أطاحت مصالح الأمن الوطني بولاية ميلا ببلدية تلاغمة في أكبر عملية تستهدف بؤر الفساد حيث سمحت العملية النوعية من استرجاع 5 مليار و180 مليون سنطيم من عائدات بيع المشروبات الكحولية التغطية لسوفيان بوعون مكنت فرقة البحث والتحري تابعة للمصرح الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلا من حج 13 240 وحدة من الخمور و5 ملايير و180 مليون سنطيم من عائدات البيع وبندقية صيد وخرطيش عيار 16 مليمتر وذلك بإقليم بلدية تلاغمة حيث تورط في هذه القضية ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة تتراه أعمارهم بين 19 و 66 سنة وحجز في هذه العملية أيضا خزنة مصفحة وأسلحة بيضاء محظورة وشاحنة من نوع صنعكم وثلاثة ثلاجات تستعمل في التبريد إضافة إلى كمية من المخدرات قدرات بـ 20 مليون